اهلا بكم في قناة مساء الاخبار واهلا بكل المتابعين والمشتركين في فيديو مهم جدا صباح الفل عليكم هنتكلم فيه عن اهم الاخبار العجلة من تهديد صريح من لبنان باقامة حرب كبرى مع اسرائيل وايلون ماسك يحصل علم وفقة لزرع الشريحة في مخ الانسان وايضا اخبار مهمة جدا جدا وفي غاية الخطورة هنتكلم عنها ولكن قبل ما نبدأ بفكركم بالاشتراك وتفعيل الجرس وقالت نعمل لايك وشير للفيديو زي ما حضراتكم شايفين اول خبر معنا بتكلم عن الحرب الروسية الاوكرانية كنا متجهلين الحقيقة الايام اللي فاتت عارفين ان ده بيدرب ده وده بيدرب ده وخلص بقى تقلمنا على كده او تعودنا ولكن الموضوع بقى فيه هجوم مضاد وكبير جدا من الاوكرانيين ما بقاش الهجوم بس على اوكرانيا ولكن خرج الهجوم وبقى الضرب في روسيا نفسها الخبق ده لسه نازل من حوالي ساعة روسيا بتسقط صاروخ اوكراني كان موجه فوق اراضيها وده يعتبر برضو تصعيد للحرب اعلنت السلطات الروسية مساء الخميس التصدي لصاروخ اوكراني في مقاطع اسمها رستوف الحدودية مع اوكرانيا وقال للحاكم ان نظام الدفاع الجوي اسقط صاروخ اوكراني بالقرب من مدينة اسمها او بلدة اسمها او مورز فسك وزي ما انتوا شايفين وقادي هو راشن اير دفنس او اا الدفاع الجوي الروسي النشط اا تم اا او قالوا او اخبروا ان في مكان قريب من اا مطار حربي او عسكري في مورز فسك رستوف ريجن او منطقة رستوف 92 كيلو متر من الخطوط او الجبهة الامامية قادر ان هما او صاروخ ونقلت وسائل اعلام الروسية ان انطلق نظام الدفاع الجوي في تلك البلدة واسقط الصاروخ وقوات الجيش تقوم بعملها في المنطقة دعين السكان الى الهدوء وان هما ما هيقلقوش من تلك الحجمات فالموضوع للأسف زمانتوا شايفين فيه تصعيد شديد جدا ما بين الدولتين وممكن يؤدي الى حرب كبيرة اكتر واختر من اللي احنا كنا شايفينه السنة اللي فاتت الخبر التالي بعد كده عن فيتو الون ماسك يحصل على موافقة رسمية لبدء تجارب غرس شرائح في دماغ البشر كان الكلام مجرد نظريات وكلام فيه ناس بتقول ما هي صبح اتكلمت عنه فيه ناس كتير اتكلمت عنه من متوقعين او الناس اللي شغالة فيه الزكاية الاصطناعي وخطورته وكلام الجميل لكله لكن كان في الاول كذا مرة يقدم على الموافقة وكان بيفشل في الحصول عليها ان هو يحط تلك الشرائح في مخ الانسان ولكن النهاردة حصل على الموافقة الرسمية هنا جلنا سؤال قبل ما نخش في الموقع يعني الموقع او نخش في التفاصيل توقيت الموافقة نفسه مش غريب شوية يا جماعة ان هو يحصل على الموافقة قبل الانتخابات يعني بقى له ستين كان بيحاول ياخد الموافقة وكل مرة كان بيفشل سبحان الله ياخد الموافقة قبل الانتخابات بتاعة الرئاسة الامريكية فهل ده ليه علاقة يعني ولا لأ الله اعلم خصوصا انه دلوقتي ماسك تويتر اللي هو يعتبر اكبر محرك لوسائل التواصل الاجتماعي في امريكا فدي اسئلة كتير قوي بتحرك الدماغ يعني المهم الخبر بيقول زي ما انتم شايفين ايلون ماسك اعلنت شركة نيور لينك المملوكة للمرييردير الامريكي اليوم الجمعة انها حصلت رسميا على موافقة ادارة الغذاء والدواء الامريكية لاختبار غرفات الدماغ على البشر وبتمثل المشروع الذي يطلق عليه التوصيل للعصب اللي هي نيور لينك نيور يعني جاء من العصب والينك اللي هو التوصيل في زراعة شريحة الكترونية في الدماغ البشري توصلها بوجهة حسوبية او يعني بالكمبيوتر بمعنى صح وبيناء على الموافقة الرسمية ستقوم نيور لينك باجراء اول دراسة سريرية على البشر لاختبار زرعة الدماغ الذي يتصل بوجهة الكمبيوتر وبيقول كمان نشرت الشركة تغريدة بهذا الشأن جاء فيها نحن متحمسون لابلاغكم باننا طلقنا موافقة هيئة الغذاء والدواء الامريكية لإطلاق اول تجربة سريرية يعني ده يعتبر رتيجة العمل الرائع اللي كان بفريق نيور لينك بالتعاون الوصيق مع قدارة الغذاء والدواء الامريكي وبيمثل خطوة أولى مهمة هتسمح لتقنيات ناوما ما بمساعدة العديد من الاشخاص بس يعني دي حاجة تخوف على فكرة تخيله دماغ البناء ادم تكون متوسلة بكمبيوتر يعني لو واحد مريض هو المسك الكمبيوتر هيتحكم في دماغ البناء ادم ده وحاجات تانية كتير يعني الحقيقة تخوف مش عارفة ازاي يقدروا ان هما يوصلوا الى هذه الموافقة لكن زي ما بقول لكم هي علاقة بالانتخابات الامريكية زي ما أنا بقول لكم طيب نكمل مع بعض الاخبار وتحذير مهم جدا حقيقة النهاردة من كم ساعة تقريبا كل الاخبار بتتكلم عن تصريح عاجل من نصر الله بينزل بنشوب حرب كبرى مع اسرائيل والكلام مش من عندي الكلام واضح قدام حضراتكم هو نازل على موقع صدى البلد النهاردة صرح الامين العام لحزب الله اللبناني في عيد المقاومة والتحرير دي مناسبة بيحتفل بها كل سنة وقال من يشتبه بان المعركة انتهت مع عدونا فهو واهم وهناك جزء من ارضنا مازال محتل يعني احنا لسه ماشيين ومش هنسكت لغتما نركع كل الاراضي وقال كده في الكلمة اللي قالها النهاردة عيد المقاومة والتحرير مناسبة عظيمة بتذكر بالانتظهار العظيم الذي تحقق في لبنان في مثل هذا اليوم الشكر لكل من ساهم في النصر من مضحين وفي مقدمهم الشهداء والجرحة والأسرة والمحررين والمجاهدون وعائلتهم كلهم وكمان قال حسن نصر الله في تلك الكلمة اللي ازعت على كل الاخبار انه كمان بيقول الشكر للجيش اللبناني والشكر للصامدين والحضن المقاومة ودعموها وحموها في كل مناطق لبنان وخصوصا في الجنوب والبقاع والشكر للجيش اللبناني والقواء الأمنية والفصال الفلسطينية والكل الرؤساء والكل الحاجات الجميلة دي وسوريا وايران اللي سندونا ولا تزال المقاومة والكل القاضي هم حاجة في الموضوع ده بقى الكلام اللي جاي قال كده من يشتبه بان المعركة انتهت مع عدونا واهم وهناك جزء من ارضنا مازال محتل ومن الضروري احيقها زين مناسبة لانها تجربة عظيمة يجب تعريف اجيالنا عليها وعلى التحطيات اللي تم تقدمها يجب تسكير الاجيال والشعب اللبناني كله من الانتصار ما تحققش بالمجان وانما حصيرة سنوات طويلة من التضحيات هناك من يسعى الى التفرط بالانتصار لتحقق وعلينا منع ذلك فيه تحولات كان الاحتلال كان بيفترض ان يكون قوي ومهيمن يعني كل الحاجات دي خلاص بقت في الماضي لان ده اصبح ناتجة عن صراع طويل وتاريخ من التضحيات بعد الانسحاب من لبنان عام 2000 والانسحاب من غزة لم يعد هناك ما يسمى باسرائيل الكبرى او العظمة اسرائيل باتت اليوم تختبئ خلف الجدران والنيران وباتت تعجز عن فرض شروطها في اي مفاوضات مع الشعب الفلسطيني سقطت رهنات ما يسمى الربيع العربي للوصول لتسويات موزلة ومعها صفقة القرن ولم تعد هناك هيمنة امريكية للعالم وباتت الامور تتجه نحو عالم متعدد الاقطاب وهو ما يقلق اسرائيل وقال كمان ان الانقصام الداخل الاسرائيلي بيقابله تماسك في محور المقاومة وثباته لفتن الى ان مواقف الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي خلال زيارته لسوريا بعد 12 سنة من الحرب الكونية عليها بتؤكد تماسك محور المقاومة وقال كمان عمضة المقاومة هي اولا انسان المؤمن بقضيته وحقه وبيمتلك الجرأة والشجاع ودي نقطة القوة الاساسية وايضا قال ان طيار المقاومة والممنعة في المنطقة دلوقتي بيمتلك قدرة بشرية ممتازة ان كانت معنويا زي اللي ما بنشوف كتاب غزة والقدس والضفة والمنطقة القدرة البشرية الممتازة في محور المقاومة بيقابلها تراجع في القوة البشرية الاسرائيلية وهروب الاسرائيليين من القطاع فبيقول ايه لستم انتم درسالة بيوجهها الاسرائيل لستم انتم من تهددون بالحرب الكبرى وانما نحن الذين نهددكم بها او شايفينك كنا نعمل ازاي واي حرب كبرى ستشمل كل الحدود وستضيق مساحتها وميادنها بمئات الاف المقاتلين ولدينا تفوق هائل في البعد البشري يعني ما تحسبش اسرائيل انها لما تضرب نقطة معينة ان كانت في سوريا او في لبنان او نقطة معينة في فلسطين ان هي هتحارب الناس الموجودين في تلك النقطة لا هتبقى حرب من كل الجهات على جميع الحدود والكلام بقى تصريح اخر نزل برضو على موقع مصر اليوم من حوالي نص ساعة تقريبا بتكلم فيه عن برضو كلام تاني غير اللي قاله وقال كده ان اسرائيل لو ارتكبت خطأ او بيحذرهم لو ارتكبوا اي خطأ قد يؤدل تفجير كل المنطقة ويقود الى حرب كبرى وقال كمان بمناسبة ذكرى عيدة تحرير الجنوب اللبناني بنحذر قادة العدو من ان يخطئوا في التأدير وان يتخلوا عن عن جهيتهم لان الزمان اليوم يختلف عن السابق وقال كده الجانب الاسرائيلي يعلم اننا لا نخاف منه وهو الذي يجب عليه ان يخاف اذا ظن الاسرائيلي ان الحرب الكبرى ستكون مع الفلسطينيين فقط او اللبنانيين فقط فهو مخطئ معادلة الرادع اليوم بيحسب لها الاسرائيلي الف حساب لانه بيعلم ان اي تصرف من قبله سيحاسب عليه في كل السحات وقال كمان لقد سحب الاسرائيلي كل التهديدات التي اطلقها في الايام الماضية لان المستوطنين حسين بالرعب والموسم السياحي لديهم في خطر بالاضافة ان قيمة عملتهم بتخسر امام الدولار نقطة القوة لدى المقاومة هي تماسك الجبهة الداخلية وغياب القيادات الموثوقة والمؤسرة لدى الاسرائيلي كلام واضح جدا وقوي جدا وتحذير في غاية الخطورة هو مهم كمان النهاردة من ضمن الاخبار المهمة على موقع روسيا اليوم في خبر نازل بتكلم عن ان امريكا خايفة من ايران امريكا خايفة من ايران امريكا بتحذر من تهديد جدي بعد كشف النقاب عن صاروخ ايراني جديد النهاردة حذرت امريكا من تهديد جدي او تهديد في غاية الخطورة تعليقا على كشف إيران النقاب عن صاروخ باليستي جديد بيبلغ مدى 2000 كيلو ويقدر أن هو يشيل رؤوس نووية يتجاوز وزنها الطن وفي التفاصيل أوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قال كما سابق أن كنا بوضوح أن قيام إيران بتطوير وإطلاق صواريخ باليستية بيشكل تهديد جدي للأمن الأقليمي والدولي مؤكدا أن رغم القيود اللي فرضها المجتمع الدولي فإن إيران بتواصل حياز التكنولوجيات مرتبطة بالصواريخ الباليستية من مزودين أجانب وإجراء اختبارات لصواريخ باليستية في معتبر انتهاك لقرارات الأمم المتحدة هم خايفين منهم يعني برغم العقوبات اللي موجودة على إيران إيران قدرت أنها برضو تجيب الحاجة اللي هي عايزاها من مزودين بقى أجانب أين كان هم جايين منين طبعا كلها فاهمين أكيد يعني من روسيا من الصين حدا دي يعني وقال كمان المتحدث أن إيران مزودة بالسلاح النوي هتتحرك في شكل أكثر استفزازا عشان كده بنحاول التحذير من امتلاك إيران سلاح نوي دلوقتي إيران زي ما بيقولوا كده بتعمل كنبلة نوية ودلوقتي طورت سلاح نوي يبقى كده معاها الكنبلة ومعاها السلاح اللي هيرمي كنبلة عشان كده أمريكا مرعوبة والنهاردة كشفت وزارة الدفاع الإيرانية النقاب عن خيبر الجيل الرابع من صاروخ خرمشر الذي يعد الأبعد مدى في ترسانة الصواريخ الباليستية الإيرانية يعني حاجة جديدة وكبيرة في مراسم بساء التلفزيون الرسمي مباشرة وعرض خلالها مجسم للمسجد الأقصى مصدر الخبر فرانس بريس على موقع روسيا اليوم كمان الخبر اللي معنا بعد كده على سكاين نيوز بيتكلم عن العراق العراق بيوصل استرداد أثاره وتفاصيل عودة قطعتين من واشنطن هوريهم لحضراتكم زي ما انتوا شايفين دي أول قطعة على شكل تور ومن مدينة أورك الأثرية التمثال ده من المرمر وبيعود تاريخه الأربعة تلاف سنة قبل الميلاد يعني حاجة بعيدة جدا صحيقة بمعنى أصح الصورة التانية دي صورة فيل من الحجر الكالسي وبرضو في نفس المنطقة أو في نفس الزمن من أربعة تلاف سنة التمثالين دول بيقيمتهم لو اتباعوا في السوق السعودة وأي إن كان بيوصلوا 275 ألف دولار فدي حاجة كبيرة قدرت العراق من خلال مجهوداتها الدبلوماسية في استعادة التمثالين من أمريكا النهاردة يوصل العراق استعادة أصاره التي هربت من البلاد على مدى عقود حيث أعلنت وصدت الخارجية عن عملية استرداد جديدة لقطعتين أساريتين من واشنطن وأعلن العراق مؤخرا استعادة أكتر من 6000 قطع أسارية من بريطانيا في تاني أكبر عملية استرداد أصار بعد العملية الأكبر اللي استرد خلالها العراق أكتر من 17 ألف قطع أسارية من أمريكا الكلام ده في سبعة 2021 والنهاردة كشفت وزارة الخارجية العراقية في بيان أنه في إطار التعاون المستمر بين العراق وأمريكا في مجال إعادة الأصار العراقية المهربة بصورة غير شرعية تسلمت سفارة الجمهورية العراقية في واشنطن قطعتين أساريتين من مكتب المدى العام عبارة عن إيه زي ما أنا قلت لكم أنا شرحت لكم الكلام بتاعهم بس الجديد أنه تم تحريبهم أيام من حرب الكويت والعراق سنة تسعين فالموضوع كان جامد جدا حقيقي وتم ضبط قطعة التور الأسري ده من المجموعة الخاصة لتجرة الأصار شيلب وايت والقطعة التانية والقطعة التانية تم ضبطها في مستوى ده تعود ملكيته لتجر الأصار المدين من الواضح أن الأصار العراقية يعني مسروقة من زمن الزمن ووغداها الدول الاستعمارية ويحاولوا بقدر الإمكان أنه هما يجيبوها زي ما أنتم شايفين كده في خبر عاجل نازل على موقع سكاي نيوز دلوقت حالا الإدارة العسكرية في كيف بتعلن أن الدفاعات الجوية تعمل في العاصمة ومحيطها بعد سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية فدلوقت زي ما أنتم شايفين الحرب شغالة بين روسيا وأوكرانيا على أوجهها الخبر اللي جاي بقى خبر حقيقي رخم جدا يعني نازل على مواقع كتيرة جدا عن حاجة حصلت في دولة الكويت آآ موضوع عن أبو وأم ما لهمش يعني أنا هقول لكم باختصار مش هنقرأ الخبر أبو أم عندهمش حتة المسئولية أو الضمير أو يحتى عرف كلمة ربنا أبو أم خلفين أربع بنات وولدين كبير مولود مثلا في 2009 والطفلة رضيعة أصغر طفلة فيها مولودها في 2023 عندها شهور الأب بقى له سايب مراته وعياله بقى له أربع شهور آآ تقريبا من ولادة الطفلة الأخيرة ومش معاه قادر أنه هو يصرف عليهم أو آآ بس هو لما اتقبض عليه قال لا أنا بصرف وبتدلهم فلوسهم بالدليل أن المصاري في المدرسة مدفوعة ولكن أنا مش قاعد في البيت معاه وسايبهم وقاعد مع صديقه والأم الحبيبة اللي أن عدم منها المسئولية هي وجوزها راح تثبتهم هي رخرة من غير ما تسيب لهم أكل غير ما تسيب لهم أي حاجة ورح تيه كمان عند صاحبتها أصلها زهقت من المسئولية ومش عارفة تأكلهم منين فالحال إنها تسيبهم كده يتصرفوا مع نفسيهم اللي بيحصل بقى إن الأطفال هم اللي بلغوا على أهليهم وده بعد إن هم حاولوا إن هم يعني يمسكوا هم المسئولية بتاعت البيت كان عبارة عن كبار كبار كن كلهم بيروحوا المدرسة معادة واحد بيقعد مع الطفلة الصغيرة وكان كل يوم واحد يغيبوا التاني اللي يقعد وهكذا بيتناوبوا على رعاية الطفلة الصغيرة ولما الأكل خلص ومبقاش حتى في معاهم أكل يأكل الطفلة الصغيرة دي اتصلوا بالشرطة وبلغوا إن هم لوحديهم ومعهمش ولا أب ولا أم يحموهم أو يأكلوهم استجابت الحياة الشرطة الكويتية للبلاغ ورحوا بسرعة لولاد ورحوا جابوهم المخفر عندهم وقدمو لهم الوجبات اللازمة لإن العال كانوا ما يتم الجوه وطبعا رحوا جابوا أهليهم من أفاهم وحققوا معاهم وكل واحد يتلقق بالتاني وقال ده هو السبب لأ ده هي السبب المهم في الآخر الكويت أصدر قرار النهاردة بأنهم ما هيديهم حاجة سماء إقامة مؤقتة قبل ما العال تخلص الدراسة وبعدهم يتنقلوا إلى مصر بلدهم وعدم عودتهم مرة تانية لدولة الكويت نظرا اللي عملوه كعقاب لهم حقيقة عقاب يعني دولة في غاية يعني إن هم اللي حقوا العيال قطر ألف خيرهم يعني الأهل دول مفروض أصلا يتعدموا كده يعني مش عارفة الواحد يقول إيه سابق تعليق لحضراتكم شكرا لكم وعلى وجودكم معنا كان فيديو طويل شوية ولكن كان فيديو مهم فيه أخبار مهمة بتحصل حوالينا ما تنسوش التعليق عن الحاجات التي تكلمنا عنها وتقولون رأيكم فيها وأيضا ما تنسوش الاشتراك لو أنتم جداد وتفعيل الجرس عشان تقدروا توصلوا أو تقدروا تتواصلوا معنا في كل الأخبار الجديدة وتعرفوها أول بأول خلال 14 ساعة وكمان لو أجابكم الفيديو كنوع من الدعم يعرفنا ملايكو شير شوفكم بخير كم معكم أختكم مارين